هلأ هذا الهدف موضوع من قبلنا كمنصة موسكو منذ أوائل المفاوضات وهو هدف نسعى إليه وما نزلنا نسعى إليه هلأ الشيء الجديد في هذا الموضوع أنه لأول مرة بدأ تقارب بين المنصات عبر نقاش الملفات المختلفة وأهم تقارب جرى في جلسة المباحثات التكنيكية في لوزان حول الدستور استطعنا أن نصل إلى أوراق مشتركة وهذا شيء هام بقيان عنا الخضايا الأخرى كمان بدأ معالجة وبحث والوصول إلى توافقات التوافق يعني الوصول إلى رأي مشترك عبر تقديم تنازلات عبر إيجاد صياغ جديدة تختلف عن الصياغ السابقة تبع كل طرف على حدة هلأ هذا بس ينتهي موضوع تكوين وفد واحد ولا أقول موحد لأنه كل طرف عنده برامجه المختلفة عن الأخرى ولكن وفد واحد يمثل أوسع طيف المعارضة السورية أصبح بيصبح أمرا واقعيا لا ننتظر ذلك خلال هذه الجولة ولكن حتى الجولة القادمة في أكثر من شهر نعتقد أننا سنصبح جاهزين للبدء بالحديث حول تشكيل الوفد الواحد والوفد الواحد كما لاحظتم حتى ديمستورا في التصريحاته الأخيرة أكد أنه يجب أن يمثل كامل طيف الشعب السوري وكامل طيف المعارضة السورية وركز لأول مرة في حديث علني على موضوع تمثيل الأكراد كي يشاركوا في وضع دستور سوريا القادم الذين يجب عدم استثنائهم وخاصة أنهم يلعبون دورا هاما في مكافحة داعش والإرهاب الموجود على أراضينا لذلك هم أصحاب قضية أصحاب أرض مثلهم مثل كل السوريين ونحن لن نقبل أن يناقش الدستور السوري دون وجودهم وهذا الأمر قلناه منذ لحظة الأولى دكتور أهم نقاط الخلاف اللي بينكم وخاصة بين منصة الموسكو مع الهياء العليا لأن بعض عدهم بعض تحفظات على وفدكم ممكن تعطينا فكرة نقاط الخلاف بينكم وبينا بفترة وجود نقاش بناء للوصول إلى توافقات لا أفضل التركيز على نقاط الخلاف أفضل التركيز على نقاط الاتفاق المثال الذي أريد أن أأتي به هو مثال لوزان والمباحثات حول الدستور فتنا مختلفين بالمية مية اطلعنا متفقين خمسة وسبعين بالمية بعد ست أيام من النقاش كل يوم خمسة عشر ساعة عمل يعني تسعين ساعة نقاش أدت إلى تقارب بحدود خمسة وسبعين بالمية لذلك أعتقد أن المعارضة السورية لأول مرة في تاريخها منذ بدء الأزمة تجلس معا وجها لوجه وتنظر في أعين بعضها البعض وهذا العامل أقول عنه العامل النفس المعنوي هام جدا في تزليل الصعوبات وبدأنا بهذه العملية أرجو عدم المبالغة في الاختلافات فكلنا زوي منشأ مختلف عن الآخر وعننا وجهات نظرنا المختلفة وكل واحد لازم يحترم وجهات نظر الآخرين ولكن بآن واحد يجب أن يبحث عن طريقة التقارب والوصول إلى توفقات مشتركة شكرا جزيلا